حملت الاحتجاجات الشعبية المتواصلة في سيرلانكا منذ أسابيع شعاراً واحداً هو رحيل عائلة الرئيس كوتابايا راجباكسا عن السلطة ولم يفلح تعيين حكومة جديدة بتهديئة الشارع الغاضب وسط الانهيار الكبير للاقتصاد وتفاقم الاستياء بالتزامن مع توقف شحنات الوقود عن الوصول إلى الدولة التي تعاني من ضائقة مالية ما أدى إلى أغلاق المدارس وتقليل كميات البنزين والديزل المخصصة للخدمات الأساسية كل ذلك أجج غضب المتظاهرين الذي وصل ضروته باقتحامهم من المجمع الرئاسي في العاصمة كولومبو وإجبارهم الرئيس راجباكسا على الفرار مسؤول كبير في وزارة الدفاع أعلن هروب الرئيس قبل أن يعرض التلفزيون الرسمي مشاهد تظهر متظاهرين أثناء اقتحامهم من المجمع فيما أكد رئيس البرلمان مهيندا أبيو أردانا أن الرئيس النقل إلى مكان آمن وأنه وافق على التنحي الأسبوع المقبل وتشهد سيرلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948 ما دفع المحتجين إلى المطالبة باستقالة الرئيس وحكومته بعد فشلهم في تجنب الانهيار الاقتصادي كما تعاني سيرلانكا منذ أشهر من نقص في المواد الغذائية والوقود وانقطاع في الكهرباء وتضخم متسارع سجل رقما قياسيا يزيد على 54% بعد نفادي العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلاع حيوية حتى باتت على شفى الإفلاس حيث تخلفت سيرلانكا عن سداد ديونها الخارجية والتي بلغ مجموعها أكثر من 51 مليار دولار كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية خمسة أضعاف وباتت لثي السكان يكافحون لإطعام أنفسهم وتفاقمت الأحوال سوءا بسبب الإنفاق الحكومي المتزايد والتخفضات الضربية غير المدروسة وسداد ديون ضخمة إلى الصين مشاهد فرار رئيس سيرلانكا وما أحاط بها من لقطات للقصور وحالة الرغد التي كانت تعيش بها العائلة الحاكمة فيما كان الشعب يتدور جوعا أعادت لمنتفضي الربيع العربي نشوة الإحساس بالانتصار على الدكتاتورية والفساد والظلم والفقر والأمل بربيع جديد يؤكد إرادة الشعوب المقهورة ربيع تحقق فيه ما تريد ترجمة نانسي قنقر